احتفلت البطرياركية الأورشاليمية والكنيسة الأرثوذكسية في الأراضي المقدسة بعيد القديس ثيذوسيوس في الدير المكرس له والمسمى على اسمه حيث ترأس خدمة صلاة الغروبي والقداس الإلهي في هذا الدير التاريخي سيادة رئيس أساقفة مادة باكيريوس أريسيطوفولوس شاركه قدس الأرشمدريت أغناطيوس الرئيس الروحي في بيت ساحور وقدس الأرشمدريت حنانية الرئيس الروحي لدير القديس جوارجيوس في بيت جالة وقدس الأب جوارجيوس بن نورا راعي الكنيسة في بيت ساحور وقدس الإرشمدريت ميثوذيوس وحضر الخدمة الرئيس الروحي لدير القديس شابة الإرشمدريت إفذوكيموس وعدد كبير من المصلين من بيت ساحور وحجاج من اليونان ورومانيا ويعود بناء الدير إلى عام 465 وقد تم تحديث بنائه عام 1952